تفاصيل تنظم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل إذن ليلة تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر عن هذه الجلسة ويعني ما المتوقع وما الإجراءات التي ستتخذ خلال هذه الجلسة وخاصة بعد أنه من المتوقع أن لا يحضر نهاد المشنوق إلى هذه الجلسة بداية النائب نهاد المشنوق رفع دعوة ثانية هي دعوة مخاصمة ضد الدولة اللبنانية أمام وزارة العدل هذا يعني أنه سيتم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بطار بقضية استدعاء المشنوق حصرا إلى حين ألبت بالدعوة إذن هذه الدعوة هي هدفها عدم السماح للمحقق العدي باستجواب النائب نهاد المشنوق كما حصل مع الرئيس الوزراء السابق حسان دياب الذي كان أيضا موعد استجوابه بالأمس ولم يحضر لأنه كان قد بدأ أو رفع هذه دعوة دعوة مخاصمة الدولة أمام القضاء إذن اليوم أصلا الجلسة المحددة لنهاد المشنوق كان لن يحضرها كما كل الجلسات السابقة وحتى الوزير غازي زعيتر اليوم هناك جلسة مخصصة له ولكن أيضا الوزير غازي زعيتر قام برفع دعوة أمام محكمة التمييز المدنية وسيتم إحالة هذه الدعوة إلى غرفة أخرى خاصة وأن الغرفة الأولى كانت قد رفضت في وقت سابق في الدعوة السابقة التي قدمها والوزير علي حسن خليل كف يد المحقق العدلي بالمحصلة اليوم لن يكون هناك استجوابات لأنه أضطر الوزير غازي زعيتر والوزير من هذا المشنوق لن يحضروا وهذا ما حصل في كل الدعاوة السابقة على مدى الأشهر الماضية نعم شكرا لك ليلى خليل مراسلة الغد كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر